هنا أوكرانيا وهذه نشرة أخبار اليوم تأتيكم من قناة يواتي في العاصمة كييف أهلا بكم رفقة عدد من الجنود الأوكرانيين على خط الجبهة تلقى الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلنسكي جرعة من لقاح كوفيشيلد المرخص من شركة أسترازينيكا في وقت لاحق أفادت الخدمة الصحفية لرئيس الدولة أن زيلنسكي قد جرى تطعيمه في المستشفى العسكري المتنقل رقم 59 في إقليم لوهانسك إلى جانب الأطباء والمقاتلين الذين يقومون بمهام قتالية في الخطوط الأمامية زيلنسكي في مدونته على تويتر شجع على التطعيم وقال أن اللقاح سيسمح لنا بالعيش مرة أخرى دون قيود أو حواجز الرئيس الأوكراني كان قد وصل إلى خط التماس في إقليم دونباس ضمن رحلة عمل يجريها إلى منطقة عمليات القوات المشتركة في إقليم لوهانسك وعند معبر تشاستي التقى رئيس الدولة برئيس المجلس الأوروبي شارل ميشيل الذي يزور أوكرانيا ليقف على حقيقة الوضع في دونباس ثم يعود رفقة زيلنسكي إلى كيب حيث من المقرر أن يجتمع هنا مع ممثلي مؤسسات مكافحة الفساد ويزور مركز تطعيم ويشارك في أحداث بالقرب من النصب التذكاري في ساحة الاستقلال تقدم أكثر من أربعة وأربعين ألف أوكراني بطلبات للحصول على التطعيم ضد الفيروس التاجي إمكانية التسجيل ظهرت أمس بعد نشر قوائم انتظار التطعيم عبر الإنترنت أكثر الطلبات جاءت عبر تطبيق ديا حيث سجل أكثر من ثمانية وثلاثين ألف طلب في غضون ذلك تحدث وزير الصحة الأوكراني مكسيم استيبانف عن التغييرات التي طرأت على خطة التطعيم حيث بات اللقاح الآن متاحا للمشاهير وقادة الرأي العام والشخصيات الثقافية والرياضية يصل اللقاح إلى البلاد في قوارير متعددة الجروعات تكفي من أجل عشرة لقاحات وبعد فتح العبوة يجب استعمال محتوياتها خلال ست ساعات لذلك من أجل الاستخدام الرشيد للقاحات قررنا توسيع نطاق الأشخاص المسموح لهم بالتطعيم بشكل كبير هذا وكان قد اكتشف في أوكرانيا خلال اليوم الماضي خمسة ألاف وثلاثمائة وست وثلاثون إصابة جديدة بفيروس كورونا عدد المتعافين كان أقل بقليل من عدد المصابين الجدد حيث تماثل للشفاء خمسة ألاف ومائة وأربعة وتسعون أوكراني فيما نقل ألف واربعمائة وعشرة مرضى إلى المستشفيات وقضى مائة واثنان وستون شخصا إقليم إيفان فرانكيفسك يبقى رائدا بانتشار العدوى نالت العقوبات التي فرضتها الحكومة الأوكرانية على أصول النائب فيكتور ميدفيتشوك اهتمام الصحافة الغربية حيث نشرت مجلة فينانشل تايمز الاقتصادية تقريرا صحفيا تناول العقوبات المفروضة على السياسي بشكل إيجابي ومن وجهة نظر كيب وفقا لمؤلفي المقال أعاقت القوى السياسية التي يسيطر عليها ميدفيتشوك وكالمويسكي الإصلاحات التي يمكن أن تسرع في تلقي أوكرانيا دعما ماليا يقدر بمليارات الدولارات آت من صندوق النقد الدولي والولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي كما تحدثت المجلة البريطانية عن التأثير الذي مارسته هذه القوى السياسية العام الماضي على قرارات المحكمة الدستورية مهددة بتعطيل عمل هيئات مكافحة الفساد في العام الماضي أرسل الروس خمس قوافل إلى المناطق الخارجة عن سيطرة الدولة الأوكرانية مؤقتا في المجموع ضمت هذه القوافل أربعا وستين شاحنة والتي عبرت الحدود الأوكرانية بشكل غير قانوني ودون تصاريح رسمية منتهكة قواعد القانون الدولي المتفق عليها مع اللجنة الدولية للصليب الأحمر لا يعرف بالضبط ما هي المركبات التي يجري نقلها لأن السلطات الأوكرانية تكتفي بمراقبة مرور هذه القوافل إلى الأراضي المحتلة ولا تعرف شيئا عن حمولاتها أعلنت دائرة حرس الحدود الأوكرانية أن الجماعات المسلحة غير الشرعية لم تسمح في السادس والعشرين من فبراير بدخول إحدى عشرة مركبة تحمل مساعدات إنسانية عبر نقطة تفتيش تشاستي وكانت متجهة إلى أراضي مناطق معينة في إقليم دونيتسك بالقرب من خط التماس احتوت الشحنة على أغذية ومواد بناء ومستلزمات نظافة مخصصة للمدارس ومؤسسات الرعاية الصحية لكن ونتيجة لعمل الوفد الأوكراني الناجح في مجموعة الاتصال الثلاثية وصلت الشحنة الإنسانية إلى وجهتها في المقابل تزور قوافل روسيا بشكل دوري مناطق دنباس غير الخاضعة لسيطرة الدولة الأوكرانية مؤقتا عابرة جزءا من حدود الدولة الأوكرانية بدون وثائق مناسبة أو دون أن تفصح عن محتويات تلك الشحنات المستمرة مما يثبت انتهاك الاتحاد الروسي الدائم لقواعد القانون الدولي كشفت وكالة رويترز أن الرئيس جو بايدن يعتزم فرض عقوبات على روسيا على خلفية اعتقالها المعارض أليكسي نافاني ومحاولة تسميمه وقالت رويترز إنه من المتوقع أن تتصرف الولايات المتحدة بموجب أمرين تنفيذيين هما الأمر التنفيذي الذي صدر إبان الغزو الروسي لشبه جزيرة القرم ويوفر صلاحيات موسعة لاستهداف المسؤولين الروس والأمر التنفيذي الصادر في 2005 لمكافحة انتشار أسلحة الدمار الشامل وقالت الوكالة إن إدارة الرئيس بايدن خططت أيضا للعمل بموجب قانون مكافحة الأسلحة الكيموية والبيولوجية لعام 1991 الذي يوفر لواشنطن حزمة من الإجراءات العقابية كشفت محامية الرئيس الفرنسي السابق نيكولا ساركوزي أن موكلها سيستأنف قرار المحكمة ضده بالسجن لثلاث سنوات مؤكدة أن ساركوزي مصمم على مواصلة إثبات براءته من جهتها رجحت خدمة المحكمة الصحفية أن يطلب دفاع المتهم استبدال الإقامة الجبرية بسوار إلكتروني يرتديه طوال مدة العقوبة وسائل إعلام فرنسية منها صحيفة لوموند واليزيكو اعتبرت الحكم الصادر ضد ساركوزي بمنزلة ضربة قاسية لليمين الفرنسي قبل عام واحد من الانتخابات الرئاسية المقررة في 2022 سيخضع جميع مالكي الأسلحة النارية المرخصة في أوكرانيا لفحص وتدقيق شامل في وثائقهم والرخص التي بحوزتهم والسبب هو اكتشاف إدارة الأمن الداخلي للشرطة الوطنية الأوكرانية لمخطط فساد مارسته شبكة من الضباط الفاسدين الذين دأبوا على إصدار التصاريح غير قانونية لحمل الأسلحة رئيس الشرطة الوطنية الأوكرانية إيغور كليمينكو أعلن وجود تسعة ضباط شرطة مشتبه بهم بينهم مسؤولون رفعون في إدارة الشرطة المركزية وبسبب هذا التحقيق يجري الآن تحديث أسس خدمة التصاريح وتدقيق قاعدة بياناتها وشرعة الشرطة بفحص الوثائق والرخص الصادرة لجميع الأسلحة في أوكرانيا صدرت التصاريح بمخالفات صارخة وأحياناً حتى بدون معرفة المواطن الذي تم إصدار السلاح باسمه نشر ضباط الشرطة الفاسدون بيانات حول تسجيل الأسلحة غير الموثقة ودون تقديم أي وثائق متعلقة لدينا معلومات عن أكثر من ألفي حالة لإصدار تصاريح أسلحة مع انتهاكات جسيمة للإجراءات والتشريعات باستخدام وثائق مزورة يجري العمل الآن للانتهاء من تشكيل وحدة جديدة مع موظفين آخرين سيقومون بتنفيذ هذا العمل بشكل صحيح ليتم تقديمه للجمهور في المستقبل القريب استيقظ سكان مقاطعة الصومطرة الشمالية في إندونيسيا صباح اليوم الثلاثاء على انفجار ونشاط هائل لبركان جبل سينابونغ وهو ينفث سحابة من الرماد الساخن وصلت إلى خمسة كيلومترات وبسبب النشاط الهائل والسحو البركانية قذف الجبل حمما بركانية بارتفاع وصل إلى خمسة ألاف متر في السماء البركان الذي كان خامداً لأربعة قرون مضت استعاد نشاطه في عام 2010 ثم عاد الكرة عام 2014 ليثور مجدداً في عام 2016 في المرة الرابعة هذا العام أجبر البركان قرابة 30 ألف شخص على مغادرة منازلهم هذا وكان نشاط البركان الذي يصنف بشديد النشاط والخطورة قد ازداد منذ أغسطس من العام الماضي فأعلنت حالة التأهب في مقاطعة الصمطرة الشمالية ولا يعرف بعد مدى نشاط البركان للفترة القادمة أو ما إذا كان سيهدأ قريباً نهاية النشرة قدمناها لكم من نيو اي تي في شكراً لحسن المتابعة إلى اللقاء اشتركوا في القناة